السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يضيب يسمعك الله يحفظك ويعزك يا خمير أنا من فترة أمور يا أهلا بك الله يفديك كيف تسؤال كيف تسؤال كيف ينجون الشباب من القتل ينهجون من حجب فضائح قائش والمطالقين وهم يعيشون في بلدان مليئة بالنواصف والأحجاب وهل أنت تؤثم من قتل أحدهم وهل أنت تحذر أن يكونوا ببلد عامل كيطرحوا منهجك كما أنت هست ببلد عامل كيطرح هذا المنهجك طيب إن شاء الله راح أجاوبك أظل رياك على اتصال لأسمعك من الناس لا لا أسمعني أسمعني من الشاشة أيهاك يا أهلا بك طيب الله أسمعك الله يحفظك ويعزك مسألة التبليغ في هذا المنهج المقدس هو أن تعرض البعض إلى خطر أو إلى قتل طبعا الأصل عندنا الأصل في مرويات الأئمة عليهم الصلاة والسلام هو البراءة يعني الأصل هو ليس التقيع كما هو مفهوم الأصل ليس الخوف الأصل ليس الكتم الأصل هو الإعلان الأصل هو البراءة الأصل هو عدم الخوف هذا الأصل أنا أتكلم من الأصل إلا أن يأتي شيء هذا الإلادات استثناء هنا أنا أستثناء إلا أن يدخل شيء عارض مثلا واحد يكون عايش في دولة من دول الخليج الناصبية كلمة وحدة يروح يضيع يعدى مصلا يقتل هنا نحن لا نقول لا يتكلم أما نقول الخيار بيده هو لا نجبره ولا نأمره أكو فرق لا نجبره ولا نأمره نقول الخيار بيدك إن أردت أن تجهر بالبراءة وأن تقتل أو تسجن هذا الشيء راجع لك ما أحد يحاسبك وإن أردت أن تتقي لك ذلك أيضا ما أحد يحاسبك نحن في بعض الأحيان نحاسب الناس بقوة من هو يعيش تقية يجي حاسبني أنا لا عايش بتقية هنا أنا شوي أنا أحد لساني عليهم أتكلموا بقوة لأننا شنو نريد نحن نريد يصير توزيع بالأدوار أنت عايش بدولة خليجية لا تجهر بالبراءة أنا الحمد لله الله عز وجل خلصنا من أيدي كفار فجار والآن عندي مجال أتكلم خلينا أتكلم لا يطلع لي لا ما يصير لا بس لدي جداشة سودك مكتوب عليها يا حسين لا ما يصير ما يصير يحتيت شذي يكتنه ليش تشذي ليش ما يصير تشذي يصير يحتيت شذي من هو قال لك ما يصير إنت ما يصير إنت لا تحتي أنا ما جابرك خلينا أنا أحتي أنا ما أمثر عليك لا يبقى يكتلونه لا ما يكتلونك أكو واحد يجفد يوم من سجن بسبب أمير القريشي وأنت الجالس ببيتك عند مرتك ما يكو هذا الشي إلا إذا تطلع أنت تسوي شي وهذا نعم هذا الحمد لله نعم وإن زماننا قبل العلامة المجلسي كتاب بحار الأنوار أجزاء المطاعن وصلت إلى أفغانستان فتحوها وجدوا معمم شيعي اسمه محمد باقر المجلسي عنده كتاب بحار الأنوار فيه قال الإمام السجاد أبو بكر وعمر كافران كافر من أحبهما قتلوا أكثر من أربعة آلاف شيعي حتى الطفل الصغير ذبحوا هذا قبل قبل أسا وين هسا نعمة أصلا هسا نعمة نعمة أصلا النواصب أصلا نعمة من علم قبل وين قبل النواصب مو مثل هسا قبل النواصب نواصب مية مية يقرأ كتاب العلامة المجلسي بإيران يوصل إلى أفغانستان يذبحون شيعة أفغانستان الآن هذا الشيء موجود بل لا عليكم الآن آل سعود آل فلان آل فلان يشوفون قناة المنتقم يروحون يطبون على الشيع يكتلوهم ما كل شيء ليش؟ نقولوا نحن ندري ندري الشيعة مختلفين بيناتهم أكو شيعة يحبون أبو بكر وعمر فترية أكو شيعة يكرهون أبو بكر وعمر بس ما يحشون ذول ما علينا بهم أكو شيعة أبو بكر يسبون أبو بكر وعمر يحشون ذولا نركض وراه هذه نعم نعمة هم نعمة يعني هم نقدر نقول هذه نعمة على الأقل وإلا كان انشمل كل شيعة هذه نقطة فلذلك إلي سب أبو بكر وعمر حتى أن تعرض إلى سجن إن كان هو يريد ذلك فله ذلك وكما فعل ميثم التمر قال شلون هذه الكلمة المشهورة أحمل شجرتي على ظهري أنتظر من يصلبني عليها أمير المؤمنين يقول له يا ميثم كيف إذا أمير المؤمنين يختبره سل يقول له يا ميثم كيف إذا دعيت إلى البراءة مني يقول له يا مولاي أموت وأصلب وأحرق ألف مرة ولن أفعل ذلك قال إذا استعد يا ميثم وهذا لي صار شنو سووا ميثم قطعوا لسانه طلبوه عذبوه قال للإمام حرام لا قال للإمام سوي تقية لا ما قال الإمام قال ما دام ميثم اختار هذا شوف شوف ما دام ميثم اختار هذا الطريق خلص له الجنة واحد يقول لا يقول والله أنا أنا ما أريد أقتل ما أريد أعذب هذا أمير قريش يطلع وتعذب وانسجن وكهرباء وضرو والآن مهجر ومو قادر يشوف أهله وعايش حياة رعب برعب وأذية بأذية وعليها ساعة يقتل أنا ما أريد أعيش هاي العيش أنا أريد أبقى مرتاح بس أكو شرط لا تجي تتحارش بأمير قريش يدير بالك ولا بلي يتبعون هذا الخط هذا الخط الرافض يدير بالك يعني لا تجي تقول يوبا ما يصر هاي يتكلم يقول شيعي طبعا شئن شيع على موسى سلم شئن شيعي وأنا ما عندنا يجي عيد يوبا ما يصر ما يصر ما يصر ما يصر ما يصر يكتلون يطبون علينا يدشون علينا يدشون على بيوتنا يكتلون لا ما أحد يدش عليك لاتخاف ما حد يديش عليك ما حد يحشوياك ابت. ما دامك انت شيعي فقير مسكيل ما عندك اي نشاط ضد ابو بكر وعمر ما حد يحشوك. انت لا تقعد تشكل وتحرض وتكتم صوت الحق. بالعكس انت ادعمه. انت ادعمه باللي تقدر. انت ادعمه انت تبرعلي انت روجلي انت انشرلي. ليش? اضعف الايمان. انت مو قادر توصل للي وصل لهذا وحط نفسه بخطر. على ياسع ينفتح باب الاستوديو وانظره بطلقة. على اي ساعة? على اي لحظة? على الاقل قول هذا ما دام انت نفسه للدين. خلاص انا علي انصرة. لا والله. انا حضرت جنابي عندي مكتة عندي حسينية عندي موكب. وقول لا. هذا اسلوب يسو طائفية. لا انت سو طائفية. لا انت بكلمتي احسين لعبت بينا لعب. موتتنا. كنا قلتنا خانك فجروا اهلنا. كتلوا عمامنا. فواننا. بناتنا. نساءنا. اطفالنا. كله من ورا كلمة يا حسين. وتروح وتروح وعنادا. عنادا بالوهابية والنواصب اللي انتم وسموهم وهابية. عنادا بيهم وتحطون يا حسين شبيرة. ويجون يطبوني فجرون الزوار يا حسين. ام يفتر عليكم? ام يفتر? اللي يريد يلعب وياي انا يلعب. الحمد لله. متمكن. من وين ما تريد اجيك. تلعب وياي بالهذا المنهج. بتقول لي هذا المنهج. يسبب قتل. اقول لك ايه كلمة يا حسين لعبت بينا لعب مزقتنا. نص النجف الاشرف. مقابر وادي السلام. اللي لم يكن ثلاثة اربع قتلوا بسبب يا علي يا حسين. ما قتلوا بسبب يا لعنت الله على عمر العائشة الزانية. لا لا لا. يا علي يا حسين. افجرونا ونصيح احسين. ذلك اللي يمشي بهيك منهج. اللي يمشي بهيك صوت. ويكشف وجهه. كاشف وجهه للناس. لاحاط بردة. لاحاط قناع. لاحاط ستار. وجهه مكشوف للناس كله. هذا اذا انت مهم. رسالته هذه اصبحت رسالة شهادة. على اي لحظة امير القريشي تعرضة الى الى اه اه قتل الى اطلاق ناري الى تفجير الى مهر. على اي لحظة. هذا مشروع شهادة خلاص بعد. خلاص. احنا ندعم. احنا نقول. يبقى حنا ما نقدر نتكلم. حنا عندنا تقية. حنا نخاف ايه نعم. هذا محترم. عقيدتك هاي محترمة. نعم. دولك بها ارهاب. نعم. الله يساعدك. الله يكون بعونك. بس لا تصير ضدي. لا تيجي تقطع علي الخط. لا تيجي تيجي تقول لا ما يصير تتكلم هذا الكلام. فلذلك انا وينرد انا ليش اتكلمت بهاي النقطة. اريد اوصل لهذا الهدف. اريد اقول شوية. خلنا نكون. مثل ما تعامل امير المؤمنين مع ميثم التمار. طبعا هو يقال بالنسبة للاسم. يقال ميثم. يقال ميثم. لعله هو الافضل ميثم. حسب بعض الضباط اللغة العربية. ميثم التمار. او اسمه ميثم. المهمة سماك ومشكلة فهي اللي يريد يقول ميثم او ميثم. شوفوا امير المؤمنين كيف تعامل مع ميثم التمار. تعامل معه في هاي الطريقة. يا ميثم. يدعونك الى البراء مني. يا امير المؤمنين. اقتل واذبح الف مرة وما اتركك. اذا يا ميثم استعد. ما قال لي يا ميثم التقي. ما قال لي يا ميثم دش في بيتك. ما قال لي يا ميثم اسكت. ما قال لي يا ميثم لا تتكلم. نعم قالها لبعض اخر نعم انوية. قالها. راح تقول لي. طيب كيف امير المؤمنين او الحسن او الحسين او بقية الا امة. بعض الناس يقولون لهم لا تتكلم. بعض الناس يقولون لهم تتكلم. تعرف ليش? لان هم الا امة كانوا يعرفون الى من يقولوا لتكلم و الى من لا تتكلم. كانوا يعرفون كل زين. فلذلك شنو كانوا يسوون? كانوا يوزعون الادوار. كانوا يوزعون الادوار. هذا اجهر بالبراءة. اجهر باللعن. سب ببك روح وما روح. روح دوسوا بيهم. هذا فلان بفلان اقعد انت اتقي. الا امة كانوا يسوون هذا الشي. توزيع الادوار. هذا بالنسبة طبعا في دول الخليجة. بالنسبة للعراق طبعا. العراق شوية به مساحة من الحرية. هذا واحد ما يقدر ينكره. شنو اقصد بالمساحة من الحرية? طبعا ما اقصد مثل الامير القريشي اللي اللي جالس يناطح معممين وقياديين ويناطح احزاب. ويطبعونهم ويقول لهم فلان ابن فلان قاتل. فلان ابن فلان مجرم. هذا نعم يسبب مشاكل وقتل. لكن على ما يبدو. على ما يظهر. وفي الاخير يعني في النهاية هذا الحكم اللي اقوله راجع الى المكلف نفسه. انه العراق فيه مساحة انه انت تتكلم على ابو بكر وغمر. فيه مساحة. يعني اكو مساحة اكو. يعني بيها مجال. ناس اكثرياتها شيعة و ما عندها مشكلة تحتي على ابو بكر وعمر. وحتى لو لزموك الشرطة يوقعوك على التعاهد. مو مثل اذا لزموك بالسعودية او البحرين او غيرها يحطوك بالسجن مئة سنة مثلا. فنقول اكو مساحة. فهذه المساحة اللي كيف الواحد يريد يستغلها يستغلها. سؤال للاخ طبعا. واحد كانت من النقاط هاي كيف اذا تعرض الى القتل. نعم. مثل ميثم. من كان يريد ان يعمل بهذا الصوت. في السعودية في البحرين في امريكا في العراق. وهو يريد يعمل خليه يعمل. هو يقول انا مستعد ان قتل مستعد اطبل السجن. انا اريد انا اريد. للزهراء انا اريد. نعم لكذلك. بعضهم يقول لا. انا مثلا اريد انصركم فقط في مواقع التواصل. نعم لكذلك. واحد يقول لا انا ما اريد اطلع بالشارع. انا اريد انزل مقاطع ما احد يعرفني. نعم لكذلك. غيرها غيرها. احنا شن نريد. تعدد الادوار. على تعدد الادوار ما كو بي مشكلة. ما كو بي مشكلة ان شاء الله تعالى. اياك الله و اياك اخي الكريم.